أخيراً شوية حماس على الـ S11 الجاي وبعض التقنيات المختلفة وأيضاً أبل وشيء ما توقعنا بشريحة الـ U1 أشرح لكم معاها بتفاصيل أكثر في هذه الحالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعنو أبدأها بـ Samsung والـ Galaxy S11 Plus النسخة الأكبر من الهاتف المتوقع في الربع الأول من عام 2020 هذا الجوال في أكثر من تقنية قادة تطلع كشائعة عليه منها شاهدنا أنه كاميرا موجودة تحت الشاشة بعدين ما شاهدنا هذه التقنية لقناها راحة للفولد زي ما قلت لكم في الحلقة الماضية ولكن تقنية ثانية هي الشاشة التي تنطوي يمكن تظهر على الأخ الأكبر من الـ S11 ولكن تنطوي بطريقة مختلفة فالجوال يسحب لتحت ويوم تسحب الجوال لتحت ستحصل على شاشة أكبر وأيضاً ستحصل على محتوى أكثر في الشاشة الأمامية ولكن لماذا هذه الحركة؟ على أساس أن الشاشة تمتد لتحت فالشاشة التي تطوية من تحت الجوال هي التي تصبح مستقيمة ويكون لك شاشة كاملة من الأمام كذا سامسونج بدأت تبتكر وترجع بابتكارات مختلفة عن غيرها في هذا المجال السه داعش أكيد سيجيب أحدث المعالجات بحكم العادة بالإضافة إلى شاشة أفضل وللأسف يمكن تكون الكاميرا موجودة كدائرة على نفس الشاشة ولكن زي ما قلت لكم يمكن أن يكون ثلاث كاميرات أمامية فقيمة الجوال مع الإغلاق أو الأمان الذي موجود بالتعرف على الوجه سترجع مرة ثانية مع الـ S11 و S11 Plus متشوقين جداً لهذا الجوال وبالتأكيد شائعات كثيرة وتستمر إلى بداية السنة الجاية ولكن في النهاية سنعرف أول بأول كل شيء في عالم التقنية وهذا الأساس الحلقة الماضية سألتكم عن يوم الصفر هل لدينا فرق ليوم الصفر في الوطن العربي؟ نعم الجواب نعم وفي بعض الفرق حاصل على جوائز عالمية وأشياء جداً مبهرة ومشرفة بل أنهم هم الذين يدعموا أحياناً جوجل وفيسبوك وأبل بكثير من الثغرات التي موجودة في أنظمتهم ليتم معالجتها ويكون النظام دائماً أحسن وهنا أأكد على خطورة يوم الصفر وأهمية إيجاد فرق متخصصة ليوم الصفر في الوطن العربي وكويس أن هذه الفرق موجودة وترى الاختراقات تستهدف الشركات بالنطاق الأول وهناك حاجة كبيرة في الشركات موجودة لفرق ليوم الصفر لسد الثغرات التي موجودة في أنظمتهم وخدمة الاختراق الأخلاقي من STC بيزنس تمكن الشركات من أخذ أقوى أنواع التأهب لإكتشاف الثغرة داخلياً قبل أن يتم استخدامها أو استغلالها خارجياً فريق يوم الصفر من STC أعمال حصل على 12 جائزة عالمية وتخيل أنك تكافئ الذي يحاول أن يخترق شركتك هنا تكمن قوة التأهب ضد الهجمات إعلان كشف الثغرات وسد الثغرات في أي منظومة أو شركة تعطي بعد إعلامي ضخم في إدراك الشركة لأهمية الأمان وبالتالي تقول لكل المستثمرين والناس الذين يستثمرون في هذه الشركة نحن ندور على أقل ثغرة موجودة عندنا ونسدها على سبيل المتحصنين ضد أي هجوم وترى معلومات أكثر عن الهكر الأخلاقي، سأضع لكم في رابط وصف في هذه الحلقة أنتقل الآن إلى شركة هواوي والتي يمكن أن تجلب لنا ميديا باد النسخة السابعة، الميديا باد هذا يمكن أن يشبه الآيباد نعم، من ناحية الكاميرات الخلفية وأيضاً من ناحية الواجهة الأمامية شكله كأنه آيباد حسب التسريبات فإذا تأكد هذا الأمر، إذن هي حرب التصاميم، تعود مرة ثانية ما بين هواوي وشركة أبم لو رجعنا في التاريخ للأسند، هل تذكروا الأسند؟ أحد النسخ الظاهر للأسند 8 أو أسند 9 عندما رأيناه أول مرة، قللت لماذا هذا الجهاز كأنه آيفون فهنا يمكن أن هواوي رجعت لهذا الأمر، ولكن ترجع لهذا الأمر لماذا؟ بسببت المناقرات والأشياء والتشاحنات التي نحن متفائلين إتجاهها من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتبعات هواوي التي يحدث مع جوجل متفائل ولكن أيضاً متشوق لشيء جيد في المستقبل والتصاميم لو ثبتت، رجعت، رجعت 100% حرب التصاميم في براية اختراع جديدة من شركة أبل خاتم يمكن أن يجيب خاصية الإيماءات على الأجهزة فيمكنك هذا الخاتم من وقف المحتوى، تشغيل المحتوى، من تغيير الصفحات الرد على المكالمات وعدم الرد على المكالمات بإيماءات مختلفة فإذا كنت موجود جوالك أمامك، ولكن لا تريد أن تصل إلى لابس خاتم يمكن أن تكون مسكتك للخاتم أو لمستك للخاتم من أي جهة وبأي طريقة تمكنك من أخذ إجراءات على جهاز أبل لماذا أبل يمكن أن تسوي خاتم؟ أول شيء، نبضات القلب وردنا بعض الأكسسوارات التي فيها نبضات قلب تقدر تأخذ من الأصابع وأيضاً بعد آخر لمنظومة أكسسوارات، يمكن أن تأخذ من شركة أبل هنا تأكيد لأمر مهم، كثير من براية الاختراعات نراها من كثير من الشركات ولكن لا ترى النور فمنها الشركة تجد أن هذه براية اختراع أو شيء ممتاز يمكن أن يفيد لماذا أفعله الآن؟ إذا لم يتبنوا الناس، دعوني أفعل براية الاختراع سأسجلها وأضعها لو أوجد شركة ثانية وخذت تصميم أو حاجة قريبة من براية الاختراع يأتي شيء اسمه رويلتي، ملكية مالية فبالتالي هو يبيع وأنا أكسب فلوس، وترى هناك شركات كثيرة قائمة على مبدأ براية الملكية الفكرية وقاعدة تأتيهم أرباح بالمليارات من هذه الملكيات الفكرية وهم يضعون رجل على رجل ولم يفعلون شيء غير لأنهم فقط ابتكروا وصمموا نموذج أولي أو حتى فقط سجلوا براية اختراع ومايكروسوف تكسب من أندرويد وآي بي ام تكسب من الكثير من الشركات وأريكسون ونوكيا كل واحد عنده براية اختراع وهواوي عندها براية اختراع في 5G فهذه لعبة براية الاختراع أحد مصادر الدخل في عالم التقنية تنبيه مهم أصدرته أبل بشكل رسمي لمستخدمين الآيفون 5 وما قبله من جوالات وأيضاً الآيباد 4 وما قبله من آيبادات إذا لم يتم تحديث النظام التشغيلي لآخر نسخة مدعومة في هذه الأجهزة سواءً الآي او اس 9 أو الآي او اس 10 على حسب نسخة الجهاز فسيكون من المحتمل بشكل جداً كبير وجود مشاكل مع الجي بي اس وتحديد المواقع وتحديد الملاحة على هذه الأجهزة هذا الأمر نبهت منه شركة أبل ووضحت انه لازم أي شخص مع واحد من هذه الأجهزة انه يتمم التحميل والتحديث بالكامل للنسخة الأخيرة من نظام الآي او اس دائماً أذكركم مع التحديثات انكم تحتفظوا بالآي كلاود ورقم السري حقه عدم استخدامه في أكثر من مكان واحتفاظ بنسخة اضافية للمحتوى الموجودة قبل القيام بالتحديث فهنا أمان لكم وهذا التحديث لأبل واجب أن نقله لكم كيف جوجل يكون عندها تطبيق صور وتطبيق الصور مدعوم أفضل في الآيفونات من دعمه على البيكسل 4 الآن تطبيق الصور من مهامه الحفاظ على نسخ مخففة لنفس الصور المأخوذة من فترات طويلة ويوضع الصور بحجمها الكامل على النسخ الكلاود او نسخة السحابة الموجودة مع نفس تطبيق فوتوز والذي في أجهزة البيكسل تمتد إلى مساحة لا نهائية لنفس مستخدم الجهاز حلو؟ تمام عندما يكون لديك ايفون لديك المساحة اللانهائية التخزينية فبالتالي الصور تبقى بنسخها الكاملة على الجوال مهما دار الزمان لو صار معك مشكلة او شيء في السحابة على البيكسل يمكن النسخة بجودتها الكاملة الضيئة ولكن النسخة الخفيفة موجودة على جوالك ولكن لو انت معك ايفون وتستخدم الفوتوز فانت دائما تحتفظ بالنسخة الكاملة هذه ليست بخاصية بل اختلاف امكانيات على التطبيقات والناس اللي عندهم ايفون ويستخدموا الفوتوز سيلاحبوا هذه الامكانية يمكن تزعجهم في مساحة التخزين على الجهاز ولكن بالتأكيد ستساعدهم الحفاظ على كامل النسخ بجودتها العالية لكل الصور على عكس الامر الذي يحدث مع مستخدمين البيكسل والذي يكون لديهم النسخة المخففة من الصور القديمة ونفس الامر الذي يحدث معي مع البيكسل افتح البيكسل قبل شهرين ثلاثة ويجد الصور نسختها بسيطة فعشان اشوف النسخة الكاملة افتح الصور وانتظر الى ما تتحملوا بعد انتبعنا عندي بالدقة العالية ميزة وغير ميزة ولكن للتوضيح كل المستخدمين يدخلوا على اعدادات تطبيق الصور ومن هناك يغيروا هذا الامر ويجعلوا النسخة الاضافية موجودة في السحابة او موجودة على الجوال بشكل كامل بإذن الله وبما اني جبت سيرة البيكسل اربعة فالبيكسل اربعة بالحساسات الامامية اللي موجودة وقابلية الامان على الوجه يقدر يفكلك الجوال بدون حتى انت ما تفتح عيونك يعني جوالك موجود جنبك وانت نايم اذا انت جوالك ايفون يأتي واحد يفتح الجوال اذا انت مفاتح عيونك ما هيتعرف على الوجه ويقول لك لا فيه غلط اما اذا انت عندك بيكسل تتعرف على البيكسل فورب بالنفس الوجه سيقول لك تعرفت على الشخص ويفتح لك الجوال رغم انه الشخص نايم فهنا ثغرة امان وثغرة الامان هذه قالت انه جوجل يمكن تتعدلها مع تحديثات قادمة ولكن للأسف هذا الامر موجود وحالي ولسه ما صار عليه تطوير مثل الامر اللي اتكلمت عليه في حلقة ماضية او الماضية اللي قبلها حتى عن موضوع البصمة في اجهزة سامسونج هنا وضحت شركة سامسونج انه فيه تحديث قريب جدا المفروض حتى في وقت هذه الحلقة جاكم التحديث هذا التحديث يمكن من اصلاح البصمة التي ستكون ممحفوظة بشكل سليم مع وضع غلاف للحماية من خارج المزودين المعتمدين ولكن ابل نصحت انه بعد غلاف الحماية تبدأ تبرمج البصمة مرة ثانية وهذا امر يكون بعد التحديث الذي سيأتي على الأجهزة الأجهزة التي سيأتيها التحديث هو اس 10 بلس نوت 10 بلس بإذن واحد احد او نوت 10 بلس 5 جي هذا هو الاصلاح الذي جاء من سامسونج على الشيء الذي أولا قالوا انه استخدموا فقط حاميات شاشة مدعومة فهم صلحوها وكويس انهم صلحوا هذا الأمر هناك دراسة ترجع للسبعينات من احد الجهات على مجموعة من الناس اكدت الدراسة ان الناس الذين يمشون اسرع ومن الناس الذين يمشون ابطئ يمكن يعيشون اكثر الحمد لله هل أنت تعمش بسرعة او انا بسرعة صحيح؟ نعم سرع الخطاط والناس تزعل مني لما يكون هناك سابقا يتمشى عقابة اوما انا كده مشي هل اقبت قد أوراً يمشون يد احمد ويرجع حسناً الفكرة وما فيها ، هذه الدراسة للاسف لم ترجع لجامعة ولهيئة هذه الدراسة موجودة على مجموعة من الأبحاث يمكن أن يسوي الدراسة على الشاشة ترجع إلى مجموعة ضخمة من الناس والمجموعة الضخمة من بداية نشأتهم إلى الحين ما وصلوا بأعمار الأربيعينات والدراسة ما زالت مستمرة معهم وجدوا أن الناس الذين يمشوا أسرع قبلية امتداد العمر أكبر معهم وأقل مسألة الأيجينغ الكبر بالعمر لأنه يبان عليهم عمرهم فهنا الذي دمهم حامي بالحركة يمكن أن يكون معرضين أقل من غيرهم للشيخوخة أو التعرض لعلامات العمر لا أقول شيخوخة، ليس جيداً أقول شيخوخة وأنا موجود هنا لا، لا ينفع يقول أنه يبان عليه عمره بشكل واقعي أكثر وأيضاً دراسة أخرى من جامعة أوريغن تؤكد أن أنوار الزرق بالذات التي موجودة على الأجهزة الإلكترونية التي من حولنا تعرفها أنوار الزرق أو الإيماءات أو الشعارات في بعض الأجهزة، هذه أجيب أفضل وصف تقصف عمر الناس بالفعل تقلل من عمر الناس هذه الإضاءات مع العمر فيمكن أن تأثر على عمرهم ونشاط الدماغ عندهم هذه الدراسة من كيس جامعة هوريغن ستيتيون أباو ستيتيون أنا أسف، لكن لماذا؟ الفاضين الذين يقولون 12 ساعة من النظر إلى نفس الإضاءات الزرق هذه قد يؤثر على عمرك وأنه لم يأغنون ذلكية، فأنا أحب أن أظهر الدراسات فهذا في مجال العلوم موجود جدا جميل ولكن هذا ليس أن تسويها على كل دراسة وبهم يأخذ كل دراسة ويأتي كلها مثل هذه الأمممات التي يأتي مع الفيس بوك كل واحد يأتي بها تقصد دراسة أو فلان فلان أو فلان وهذه الدراسة تجعل هذا إذا الشيء الذي عليك أن تأخذ قشر الرمان وتطحنه وتسويه كل شيء وترك الرمان كله وقعد يطحن في قشر الرمان وإيش خلط معه شوية حلبة مع مدلئة شوية حلبة واضح تعبت بالأخبار فخلاص تعبنا من مسألة الدراسات والأخبار فإذا الدراسة نوعاً ما منطقية وفتحت عيوننا على شيء جديد شيء ملموس شيء يمكن يكون واقعي نعم إذا فيه أنه يعطيك صحة أكثر على شيء أنت تسويه بجسمك أو حركة بغير الأشياء الخارجية أو الأشياء التي لا تدخل فيه جسمك لأنه تعرفين جسمك مكينة تعطيه أكل هذا الطاقة الطاقة كيف تديرها في جسمك تعطيك المخرجات المخرجات ليس فقط على حركة وروحة وجاية مخرجات على عمرك على شكلك على جلدك على شعرك على كل شيء هو إمبوتس أو أوتبوتس مثل الكمبيوتر يعني حتى الجسم رابطوا في التقنية أنا آسف ودتكم مكان ثاني ونهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ما رأيكم المود؟ رائق المود اليوم على الويكند دخلنا عليه على فكرة أنا في اليابان الفترة هذه كلها فأنت قاعد تشوفني وأنا إن شاء الله أراجع من اليابان وأتمنى أنكم رأيتوني في رحلة جميلة وسعيدة أراكم على بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته